موسيقى أسعدتم أوقاتا بكل خير أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من مقابلة خاصة وضيفي فيها سعادة القاضي خالد العبيلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة في قطر أرحبك سعاد القاضي قانون لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في قطر يعود العام 2021 ألا ترى بأن قطر تأخرت في إحداث هذه المحكمة وهي اليوم على خريطة الاستثمار والاقتصاد الدولي أستاذ معامر أهلا وسهلا بك من الضروري أن نشير أن المنازعات التجارية لم تكن خفية قبل إنشاء هذه المحكمة بل هناك المجلس الأعلى للغضاء ومثل المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستناف وكذلك محكمة التمييز هناك دوائر متخصصة في المحكمة الابتدائية كانت تنظر المنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية وهناك تسمى هي دوائر تفضل منازعات التجارية وحقيقة حتى كان من فترة ليست ببسيطة عدد الدوائر التجارية ضمن المحاكم المدنية والتجارية هي يفوق عدد الدوائر التي تنظر القضايا المدنية فهي ربما إنشاء هذه المحكمة بصفة مستقلة واختصاصة ومتخصصة ليس بالضرورة أن قبل إنشاء هذه المحكمة لم تكن هناك منازعات تجارية وتنظرها دوائر تجارية متخصصة هل ممكن نعتبر سعد القاضي بأن الإسراء في إحداث هذه المحكمة كان نتيجة تسارع الخلاف والنزاعات في القضايا التجارية والاقتصادية في قطر؟ لا شك يا سيد معمر ولا أخفى عليك تطور البلد خلال السنوات الماضية وكذلك توجه الحكومة إلى جذب الاستثمارات الخارجية إلى دولة قطر وكذلك توجه إلى الاستثمار القطري خارج الدولة وكذلك رؤية صاحب سمو أمير البلاد المفدأ في رؤية دولة قطر 20 ل 30 والطموح العالي فيها في التطور في جميع المجالات ومنها من المجالات الاستثمار والتجارة فكان من الضروري إنشاء محكمة متخصصة تماما تواكب آخر المستجدات العالمية في الإجراءات القانونية والقوانين القانونية لتنظم الاستثمار والتجارة لذلك أنا أرى أنه كان الوقت مناسب حقيقة لإنشاء هذه المحكمة لها مقر مستقل بعيدا عن الاختصاصات الأخرى ووضع لها اختصاصات حقيقة ثمانية إلى تسعة اختصاصات مهمة جدا تشمل 22 قانون من ضمنها قانون معاملات البنوك معاملات الشركات الاستثمارية البيوع البحرية النقل البحري الملكية الفكرية المنازعات الناشئة ما بين المستثمرين إلى آخر ما يتعلق بهذه بجميع ما يتعلق بنشاط الاستثمار والتجارة في دولة قطر هل يمكن أن نتحدث عن بعض الأرقام التي تتعامل مع المحكمة على مستوى حجم القضايا وحجم الاستثمارات التي تنظر فيها المحكمة منذ إنشاءها حتى اليوم؟ هناك رصد وحصائيات شهرية وسنوية يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإنشاءها حقيقة لجميع الدوائر وجميع المنازعات سواء كانت منازعات تجارية ومنازعات مدنية أو منازعات جنائية تبين لنا في الفترة الأخيرة حقيقة أن هناك أرقام كبيرة كثيرة حقيقة من الإحصائيات الرقمية الدقيقة أن تزايد عدد القضايا الاستثمارية وقضايا التجار وقضايا ما تتعلق بقضاياها البنوك فكان لابد من إنشاء محكمة متخصصة أكثر بإجراءات متطورة وحديثة وسريعة للفصل في هذه المنازعات هل أصبحت الشركات في قطر أو حتى الشركات التي تتعامل مع قطر تضع في عقودها والاتفاقياتها المحكمة الاستثمار والتجارة كمرجعية قضائية في حال نشوب أي خلاف بين الأطراف لا شك أن المحكمة هي متخصصة بموجة بالقانون حتى انخلت هذه العقود بما ينظم جهة الفصل في هذه الدعوة تبقى محكمة الاستثمار والتجارة في دولة قطر هي المتخصصة إلا إذا تضمنت هذه العقود جهة أخرى كي قد يلتجون إلى الوسائل البديلة التي هي مثل التحكيم كما تعرف ساعات القاضي نتيجة جائحة كورونا كان في تداعيات كبيرة على الاقتصاد وحجم التجارة وكذلك أيضا تبادل السلع والاتفاقيات والموردين وغيرها كم لمستم زيادة في حجم القضاء التي ينظر فيها القضاء نتيجة تلك التداعيات لا شك أن الجائحة أثرت في جميع القطاعات الاقتصادية وكذلك أعمال التجار من حيث الالتزامات بعقود التوريد والتزامات بتسليم الأعمال في مكانه وهذا حقيقة أثر حقيقة كثير وملا شك أنه ينشئ الدعاوة قضائية قد تكون طالبة بالتعويضات أو بتكميل الالتزام أو الانحلال من الالتزام التعاقدي كاملة كذلك وشهدت المحاكم حقيقة كما قلت لك أنا في هذه الفترة كانت عندنا دوائر متخصصة تجارية حقيقة وتنظر في هذه ونظرت في هذه وفصلت في هذه المنازعات نتيجة ظروف الجائحة والتداعيات هل كانت الأحكام صادرة عن المحكمة لينا إلى حد ما وأخذت بعين الاعتبار التداعيات وظروف الجائحة؟ هو لا شك حقيقة أنه في مساء التقديرية في مساء الظروف الطارئة نظمها القانون وحقيقة لم يعد القانون يعني عالج هذه المساء الجميع وكانت تحت نظر المحاكم وفي اعتبار الأحكام القضائية التي صادرت حدثني عن درجات التقاضي في المحكمة الساعة القاضية المحكمة الاستثمار والتجارة هو ما يميز هذه المحكمة ربما أني أبدأ بالإجابة على هذا السؤال هو وجود مكتب إدارة الدعوة وهذه لأول مرة يوجد في النظام المحاكم في دولة قطر مكتب إدارة الدعوة أو ما يسمى باللغة الإنجليزية هذا المكتب عنده اختصاصات ممتازة جدا هو الغاية اللي منه هو السيطرة المبكرة على الدعوة وتجهيز الدعوة تجهيزا تاما لقبل وصولها إلى منصة القاضي فإذن هذه المرحلة قد تكون مرحلة ابتداءا هي إدارة الدعوة سوف تنشأ الدعوة سواء من طرف المدعي ثم تذهب لإدارة الدعوة لتستكمل جميع النواقص وتبادل مذكرات ما بينهما ثم يعرض عليهم وتستجمع نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف ما بينهم ثم يعرض عليهم إن كانت هناك في مجال للتسوية سوف يطبق عليهم القانون رقم 20 لسنة 21 بالتسوية المنازعات التجارية عن طريق الوساطة بعد الانتهاء هذه المرحلة هناك طريقة إما أن تنتهي بالوساطة أو بالحل إما أن يحدد لها نظر أول جلسة في الدرجة الأولى اللي هي الدرجة الابتدائية فالمحكمة الاستثمار تكون من طبعا إدارة الدعوة ثم الدوائر الابتدائية ثم الدوائر الاستئناف وكذلك بعد الاستئناف هناك بعد الاستئناف هناك إدارة التنفيذ هي كذلك تابعة لمحكمة الاستثمار والتجارة إذن كل ما يتعلق بالدعوة من بدايتها إلى خروجها من محكمة الاستئناف وإلى التنفيذ يكون من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة أضف إلى ذلك أن القانون نص على إنشاء دائرة متخصصة بمحكمة التمييز تنظر جميع الدعاوة والأحكام الصادرة عن محكمة الاستثمار والتجارة كما تعلم القضايا الاقتصادية والمالية متعددة ومتشابكة تحتاج أيضا إلى خبراء فنيين ربما للبت في بعض القضايا الفنية هل تلجأ المحكمة إلى خبراء وفنيين من داخل المحكمة أم تتعاون معهم من الخارج لألبت في قضايا والمنازعات الخاصة بقضايا الاقتصادية والتجارية هناك هو لا شك أن القضايا المحكمة الاستثمار والتجارة هم ملمين تماما وهم على تطور مستمر بالتشريعات التجارية وبما يتعلق بسوق العمل وبالأعراف القضائية التي تتواكب وتتطور يوما عن يوم ولا شك أن في المسائل الفنية الدقيقة أن المحاكم تستعين بذوي الخبراء وما الخبراء سواء كانوا خبراء اقتصاديين خبراء محاسبيين خبراء هندسيين خبراء كذا وهذه الخبراء هناك جدول ينظمهم حقيقة وفي لجنة وقانون ينظم أعمال الخبراء ومزارة العجل وهناك جدول للخبراء على درجة عالية من الكفاءة دائما إشكالية الذهاب إلى المحاكم هي قضية الوقت وطوال فترة التقاضي تعرف في القضاء الاقتصادي الأمر ربما لا يتحمل لأنه هذا لدي أو عليه أعباء اقتصادية ومالية للشركة كم تعمل المحكمة لتقليص الفترة الزمنية لفترة التقاضي وصدور الأحكام لا شك أن العدالة السريعة أو العدالة المنجزة حقيقة الناجزة وهذا كان محط نظرنا واهتمامنا حقيقة في السرعة هي سرعة الفصل ولكن السرعة ليست هدف بحد ذاتها إنما هي السرعة والجودة في الأحكام لذلك ترى أن المواد والنصوص المنظمة لقانون محكمة الاستثمار والتجارة أوجدت تقصير للمدد حقيقة لمدد التقاضي وتقصير واختصار كثير من الإجراءات السابقة التي قد تكون هي سبب في تطويل أمد التقاضي أمام المحاكم لذلك ترى أن المدة الزمنية للاستنافق قد قصرت حقيقة بقت أقل حتى الدعوة وجد لها القانون عمر افتراضي يكون لها وهذا العمر الافتراضي هو عمر حقيقة يكون ليس مفتوح أو مطلق أن تبقى الدعوة إلى ما لا نهاي إلى حد ما تبقى لا هناك فترات زمنية وهناك جدول زمنية لكل قضية لكل كذا وهذا ما يؤدي إلى تسريع الفصل في الغضايا على مستوى التحديث وتطوير التشريعات التنظم عمل المحكمة ماذا عنها وماذا عن قضية التقاضي الإلكتروني والخطوات لأهدتها المحكمة بهذا الاتشاه التجارة الإلكترونية هي من ضمن اختصاصات المحكمة هو من ضمن اختصاصات المحكمة إذا كانت تقصد أن هناك التقاضي بالوسائل الإلكترونية نعم ما يميز كذلك هذا القانون أنه الآن أصبح التقاضي بالوسائل الإلكترونية متاح للجميع تسجيل الدعوي بالنسبة للشركات والمحامين والأفراد يكون تسجيل إلكتروني تماما إلكترونيا تماما سواء كان من خارج المحكمة أو من داخل المحكمة وكذلك التبادل المذكرات في مرحلة إدارة الدعوة يكون تبادل إلكتروني ما بين الأطراف الدعوة في مذكراتهم كذلك الإعلانات هي إلكترونية لن يكون هناك إعلانات ورقية كما هو في السابق طبعا يكون على ما نظمه قانون العنوان الوطني الطعون كذلك تسجل إلكترونيا الإمكانية المحاكمات تكون عبر الشاشات وعبر الوسائل الإلكترونية الفيديو حقيقة فهذه كلها متاحة وضمن التطوير في ختام هذا اللقاء ومقابلة خاصة لا يسعني أن أشكرك سعط القاضي خالد العبيدي وأنت رئيس محكمة الاستثمار والتجارة في قطر شكرا جزيلا لك شكرا لكم بارك الله فيك شكرا وأنتم أعزائي المشاهدين نشكر لكم حسن المتابع وإلى لقاء قريب شكرا لكم شكرا لكم